لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يوم بعد من كتاب تحفة المودود بأحكام المولود للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقفنا في المرة الأخيرة عند قرارة فصل الثالث في تغيير الإسم باسم آخر لمصلحة تقتديه وأيضا معنا اليوم إن شاء الله تعالى فصل آخر بعنوان في جواز تكنية المولود بأبي فلان وأيضا فصل آخر في أن التسمية حق للأبي لا للأم فهذه المسائل التي هي عبارة عن فصول هنا في الكتاب المسألة الأولى مسألة تغيير الإسم يعني الإسم القبيح لمصلحة تقتديه والمسألة الثانية كما أشرنا وهي جواز تكنية المولود يعني ولد صغير أو لسه حتى مولود نكنيه بأبي فلان والمسألة الثالثة في أن التسمية حق للأبي لا للأم يعني من أحق بتسمية الولد إذا حصل لاختلاف التنازع الأب كما سيأتي على التفصيل إن شاء الله تعالى قال الإمام بن القيم رحمه الله تعالى الفصل الثالث في تغيير الإسم بإسم آخر لمصلحة تقتديه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة قال وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة يعني من البر قال فقيلة تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب يعني اسم زينب يعني من الأسماء المشهورة في العرب واسم زينب يعني قالوا هو اسم شجرة حسنة المنظر والرائحة قال وفي سنن أبي ذوود من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسمك قال حزن يعني صعب قال أنت سهل قال لا السهل يوطأ ويمتهن قال سعيد فظننت أنه سيصيبنا بعده حزنا وسبق الحديث هذا علقنا عليه قبل ذلك قالوا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بالمنذر ابن أبي أسيد حين ولد فوضعه على فخذه فأقاموه يعني أخذ الولد والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشعر يعني فقال أين الصبي فقال أبو أسيد قال ابناه يا رسول الله يعني رجعنا الأم أو نحو ذلك قال ما اسمه قالوا فلان يعني كانوا مسمينه اسم يعني ليس بالاسم الجميل قال لا ولكن اسمه المنذر قال وروا أبو داود في سننه عن أسامة ابن أخدري أن رجلا كان يقال له كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ما اسمك قال أسرم قال بل أنت زرعة أسرم يعني من الأسرم في الزرع هو الذي يعني حقير في الزرع أو الزرع أو النبت الحقير جدا فيسمى أسرم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت زرعة يعني أنت زرع مثمر زرع مثمر نعم قال وقال أبو داود وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلى وشيطان والحكم وغراب وشهاب وحباب يعني كل الأسماء دي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسمع واحد من الناس دول يغير اسم العاص يقول له لا بل أنت عبد الله عزيز عتلى عزيز لأن العزة لله عزة وجهة عزيز هو الله سبحانه وتعالى وعتلى عتلى يعني من الغلزة ولا ياذب الله والشدة والفضاغة واحد اسمه عتلى أنا أسأل الله لأفوال عمين حتى يعني في زماننا ربما بيقوله لبتاع اللي بيشيلوا بها كده الحديد دي بيقوله لا عتلى عشان قصية يعني نعم قال وشيطان وحكم وغراب أو الحكم تحديدا يعني وغراب وشهاب وحباب حباب حباب اسم شيطان فسماه هاشما وسمى حربا سلما واحد اسمه حرب قالوا لا بل أنت يعني سلما يعني سماه النبي صلى الله عليه وسلم سماه سلم نعم قال وسمى المضجع المنبعث المضجع اللي على طول نايم المضجع ده نايم يعني قالوا لا أنت المنبعث نشيط يعني أنت المنبعث فيك نشاط نعم وأرضا يقال له يقال لها عفرة خضرة منطقة يسأل النفس الألم منطقة اسمه أقوله عفرة عفرة يعني الأرض التي يعني لا تنبت فقال بل هي خضرة النبي سلم غير اسمها وشعب الضلالة سماه شعب الهدى يقول لهم اسمه ايه الشعب ده أوله شعب الضلالة ربما بعضنا يستغرب ويقول في حد يسمي الأسامة دي طب أنتوا هتقولوا كده في العرب اللي كان عندهم تأويلات طب تعالوا حتى بعد الإسلام أنا شخصيا ذهبت إلى أماكن لعلي ذكرت هذا قبل ذلك ذهبت إلى منطقة ذات يوم فبسأل الناس بقولهم اسمها ايه المنطقة أقول اسمها الخربانة فصدنا حتى إحنا الإخوة مع بعض كده قلنا نسميها العمرانة بعد ذلك ورحنا منطقة مرة اسمها السكرانة نسأل الله العفو والعفين فأهل المنطقة بسمينها السكرانة بسمينها الخربانة نسأل الله العفو والعفين فسمى النبي السلام بني زينة سماهم بني الرشدة وسمى بني مغوية بني رشدة مغوية يعني الملغواية والإعاذ الله قال أبو داوت الأخبار وفي سنن البيهقي من حديث الليس ابن سعد عن يزيد ابن أبي قال حبيب ابن عبد الله ابن الحارث ابن جزئز توفي صاحب اللي غريبا فكنا على قبره أنا وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمر ابن العاص وكان اسمي العاص عبد الله ابن الحارث ده يقول أنا كان اسمي الأول يعني اسمي العاص ابن الحارث وكان معاي عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمر ابن العاص قال وكان اسمي العاص واسمه ابن عمر العاص واسمه ابن عمر العاص يوم التلاتة كان يعني بيقولي كل واحد فينا كان اسمه العاص 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 والعرب كأنها كانت بتسمي هذه الأسامي بتأويلات زي برضو كتير من الناس بيسمي بتأويلات يعني زي ما بيقول لحضراتكم اللي كانوا بعض الناس القدامة والريف وكده يسموا أسامي غريبة جدا يسموا الحمار ويسموا الغبي ويسموا الدهل واللعب والعبيط واللهبل وحاجات كده وبعدين إذا قيل لهم يقولوا لا احنا بسميينه كده عشان الحسد أو عشان ما كانش بيعيش أولاد إخواته فهم بيسموه كده عشان ده اللي هيضمن أنه هو يعني يعيش وكده ويبقى يعني ما يجرلوش حاجة ونحو ذلك نسأل الله العفو والعفيه هذا طبعا تأويل شيطاني نعم يقول فقالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلوا فأقبروه وأنتم عبيد الله غير أسمهم هم التلات قال وأنتم عبيد الله قال فنزلنا فقبرنا أخانا وأصعدنا من القبر وقد أبدلت أسماؤنا يقول أزلنا احنا اسمينا العاص طبعنا اسمينا عبد الله كل واحد فينا قال يا أبو داود وإسناده جيد إلى الليث ولا أدري ما هذا فإنه لا يعرف تسمية عبد الله بن عمر ولا لابن عمر بالعاص الحقيقة رحمه الله في جزء فعلا تحقيق أنه فعلا عبد الله بن عمر ابن عبد الله بن عمر لا يعرف أنه كان اسمه العاص وذا من وجه ضعف الحديث لكن عبد الله بن عمر بن العاص على التحقيق بالفعل كان اسمه العاص ابن عمر بن العاص نعم قال وقد قال ابن أبي شيبة في مصنفه وذكر السند قال لم يدرك لم يدرك الإسلام من عصات قريش غير مطيع وكان اسمه العاص فسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا يعني مطيع بن عبد الله مطيع بن عبد الله نعم قال وقال أبو بكر ابن المنذر حدثنا محمد إلى آخر السند قال لما ولد الحسن سميته حربا عن علي رضي الله عنه قال لما ولد الحسن سميته حربا قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتمه قلنا حربا يعني علي سمى حربا وكانت العرب كما قلنا تسمي بتأويلات من هنا مثلا تأويل انه هذا نسميه لأعدائنا فلما يعرفوا ابني اسمه حرب يومي خافه وهكذا كانت العرب يقولون نسمي أبنى أنا لأعدائنا ونسمي غلماننا لنا يعني الخدام اللي في البيت يسموه فلاح ويسموه ميسرة ويسموه تامر ونحو ذلك يسموه حنظلة يسموه مرة يسموه حرب جحش وأسد ونحو ذلك يقولون نسميهم لأعدائنا قال بل هو حسن لما قالوا له سمنا حرب قال بل هو حسن قال فلما ولد الحسين قال علي سميته حربا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه قلنا حربا قال بل هو حسين قال فلما ولد الثالث سميته حربا قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه قلنا حربا قال بل هو محسن ثم قال إني سميتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبير أو شبير أو شبير ومشبر يعني على نفس الوزن والله أعلم يعني فحسن وحسين ومحسن محسن هذا قيل أنه مات صغيرا يعني ولدته فاطمة وبعد أيام مات والذي عاش وعرف بين الناس وكانت سيرة فيها أخبارهم وهي أم الحسن والحسين لكن هذا الحديث ضعفه العلماء وذكر يعني الإمام رحمه الله تعالى أيضا حديثا آخر فيه أن رجلا كان اسمه الصرم فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصرم فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيدا يعني كأن اسم الصرم ده اسم يعني يعني يبعث على المنازعة والحزن ونحو ذلك فسماه سعيدا ولكن الحديث ضعيف أيضا لأن بعض العلماء يقولون أن اسم سعيد من الأسماء التي هي خلاف الأولى لأن فيه تزكية لقول الله تعالى فمنهم شقي وسعيد وقال لرجل ما اسمك قال غراب قال لا بل أنت مسلم شاهد من جملة الأحاديث هذه أنه يجوز تغيير الإسم لمصلحة تقتدي أو لقبحه وعليه الناس اللي سموا أولادهم أسماء ويرجعوا يندموا على هذه الأسماء بعد ذلك لا حرج في تغيير الإسم البعض مثلا قد يقول في زماننا هذا صار مسألة تغيير الأسماء فيها إشكال وتعب وكذا والله حتى وإن لم نغير حتى في الأوراق فنغير على الأقل في تعامل اللي مثلا آباء سموه مثلا عبد الرسول وعبد النبي مثلا ونحو ذلك هذا حرام لا يجوز هذا التعبيد لغير الله لا يجوز عند ذلك نسمي وآسف نغير الإسم ولو استطعنا نغير فيه السجلات لكان أفضل لكان أفضل إن لم نستطع خلاص نعد الإسم الإسم قال فصل وكما أن تغيير الإسم يكون لقبحه وكراهته فقد يكون لمصلحة أخرى مع حسنه انتبهوا هنا قد نغير الإسم الحسن بس المصلحة قال كما غير إسم برة بزينب إسم برة في نوع من التزكية قال كراهة التزكية وأن يقال خرج من عند برة أو يقال كنت عند برة فيقول لا كما ذكر في الحديث إنه هيقتدي يعني معنى فاسد في بعض المواقف زي مثلاً اسم نجاح وفلاح وإسلام وإيمان ونحو ذلك أثم فلاح لا لا ليس عندنا فلاح أثم نجاح لا ما عندناش نجاح أثم إسلام يعني عندك إسلام لا ما عندناش إسلام فهنا الاسم وإن كان جميل لكنها هيقتدي التغيير لمعنى آخر قال فصل وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم المدينة وكان اسمها يثرب فسماها طابة كما في الصحيحين عن أبي حميد قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة قال ويكره تسميتها يثرب أيضا من الأسماء التي يكره تسميتها بهذا يثرب يعني أن يسمى مكان بيثرب فضلا عن المدينة نفسها لا يجوز أن نقول على مدينة رسول الله يسلم الآن يثرب فهذا الاسم يعني كرهه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سمى المدينة طابة قال ابن القيم ويكره تسميتها يثرب كراهة شديدة وإنما حكى الله سبحانه وتعالى تسميتها يثرب عن المنافقين لأنه ربما يقول قائل ألم يقل الله عز وجل في القرآن وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا إلى آخر يعني الكلام نعم لكن هذا من الذي قاله إنه المنافقون قال الله تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا وعليه في الحقيقة من باب أولا ألا يتسمى مسلم بهذا الاسم البعض بيسمي أولاده بهذا الاسم يثرب وشفنا أولاد كتير اسمهم يثرب وهذا الاسم مكروه أصلا لأنه من التثريب وهو المعاتبة والتحزين قال الله عز وجل في حكاية يوسف مع إخوته قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الرحيم يعني أنا لن أحزنكم ولن أعاتبكم وأدخل عليكم الحزن فالتثريب من التحزين نعم قال وفي سنن النسائي من حديث مالك عن يحي بن سعيد أنه قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكيرو خبث الحديد إذن فإثم المدينة هذا شرف للمدينة سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أن يقال يثرب فهذا إنما هو من كلام المنافقين ثم قال الفصل الرابع في جواز تكنية المولود بأبي فلان يجوز نحن نجعل للمولود كنية نجعل للمولود كنية ندي يقول له يا أبا فلان هو مولود حتى صغير أو هو مولود حتى صغير قال في الصحيحين من حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير قال لنغير كان يلعب به حجز العصفورة يعني كده فكان بيلعب به ومن الحديث ده استدل بعض العلماء على جواز يعني اقتناء العصافير ونحو ذلك إن كان إنسان يأكلها ويشربها ومش هيسبب لها أي نوع من الضرر ونحو ذلك الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقر هذه التكنية للولد إن الولد صغير جدا ومع ذلك يكنونه بأبي عمير ده كانت عند العرب ومازالت موجودة يعني المسلمين نعم قال الراوي أظنه كان فطيما يقول وكان أنس يكن قبل أن يولد له بأبي حمزة أنس هو صغير وصغير لسه كان بيكن بأبي حمزة وأبو هريرة كان يكن بذلك ولم يكن له ولد إذ ذات وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تكن بأم عبد الله ومعندهاش ولد عائشة أصلا وهو عبد الله بن الزبير وهو ابن أختها أسماء بنت أبي بكر هذا هو الصحيح قال للحديث الذي روية أنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا يعني في حديث أن عائشة حملت وحصل لها سقط من يعني النبي صلى الله عليه وسلم فسماه عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكناها به هذا الحديث قال ابن القيم لا يصح نعم قال ويجوز تكنية الرجل الذي له أولاد بغير أولاده أيضاً أيضاً مسألة أخرى في التكنية يعني أنت ابنك اسمه فلان ويقولولك يا أبو فلان هذه كونية يجوز أن تكن أنت باسم غير الأولاد يعني مثلاً أنت ما عندكش ولد اسمه عمر مثلاً ما عندكش حد اسمه عمر في ولادك يجوز أن تكن نفسك بأبي عمر لا بأس وخصوصاً أن مثلاً مثلاً يعني قد يحتاج الإنسان إلى هذه التكنية لو كان مثلاً عنده بناته هو بيستحي مثلاً بأن يكن بالبنات يقول يا أبو فلان مثلاً فلا بأس أن يكن بأبي فلان ويقول اسمه هو زكر مثلاً قال ولم يكن لأبي بكر ابن اسمه بكر ولا لعمر ابن اسمه حفص وكانت كونية عمر أبا حفص ولا لأبي ذر ابن اسمه ذر ولا لخالد ابن اسمه سليمان قال ابن وليد كان يكن بأبي سليمان وما عنده شو ولد اسم سليمان وكان يكن أبا سليمان وكذلك أبو سلمة ما كانش عنده حد اسم سلمة وهو أكثر من أن يحصى فلا يلزم من جواز التكنية أن يكون له ولد يعني ما يجيش حد ينكر عليه يقوله أنت بتقول أبو أنت هم سمي نفسك أبو فلان هو فين أنت عندكش أولاد أو أن أنت مش اسم أولادك الاسم لا بس هذا في العرب موجود قال من جواز التكنية أن يكون له ولد ولا أن يكن باسم ذلك الولد والله أعلم قال والكونية تفخيم للمكن وإكرام له وإكرام له ل rzeczywiście الكونية فيها نوع من التفخيم والتكثير يعني مش هو الوحد يا أنت يا أبو فلان مش لوحده يعني حتى لو في أولاده طبعا لو كان أولاده كمان دا نوع من التكثير به مش لوحده أنت أبو فلان وفيها نوع من التفخيم والإكرام والعرب تحب كده العرب يحبون التكنية يا أبا فلان يا أبا فلان يا أبا فلان طب فايدة على الهامش كده يعني متعلقة بمسألة التكنية بس من باب آخر هذا تفخيم وكذا وتكثير لكن ليست هي الأفضل في حق العلماء والمشايخ ليست هي الأفضل في حق العلماء والمشايخ لا سيما في مجتمع ليس فيه ذلك يعني مثلا في مجتمعاتنا الحالية الأفضل أنا أقول للشيخ الكبير العالم أقول له يا أبا فلان مثلا أو كنيه بابنيه مثلا ولا أقول له يا شيخنا أو يا أستاذ أو يا فضيلة الشيخ أو نحو ذلك بلا شك أن فضيلة الشيخ يا أستاذنا يا شيخنا أفضل من يا أبا فلان طب ما هو كان في ومازال في بعض الأمات والصحابة كانوا علماء زي ابن مسعود وغيره وابن عمر كان الناس يكنهم يا أبا عبد الرحمن يا أبا فلان والناس يكلمون بالكنية لأنه ده كان في المجتمع ده هو ده التشريف الأعلى في مجتمعاتنا الحالية صار مسألة التكنية مش هي التشريف الأعلى ولذلك لو حد مثلا الشيخ مثلا بتاعه الكبير مثلا أبله ما قالوش أهلا أنا أبا فلان لا أبا فلان دي خلاص الناس كلها ويخصه هو بوصف أحسن نعم ثم قال الفصل الخامس في التسمية حق للأبي لا للأم لما نيجي نسمي المولود لو حصل اختلاب بين الأب والأم الحق للأب قال هذا مما لا نزاع فيه بين الناس وأن الأبوين إذا تنازع في تسمية الولد فهي للأبي والأحاديث المتقدمة كلها تدل على هذا وهذا كما أنه يذعى لأبيه لا لأمه فيقال فلان ابن فلان من اللي هيشير الاسم يعني اسم الولد هو اللي هيشيره الأب ولذلك هو أولى بالتسمية من من الأم طبعا المسألة لو فيه طبعا نوع من الود والتراضي ونحو ذلك لا بأس وليس هذا معناه أن هذا حق لابد من استفاءه أبدا قد يتنازل الإنسان عن حقه يعني قد مثلا أنت تحب تسمية ولدك اللي هيجي مثلا مولود باسم كذا والأم عايزة تسمي كذا خلاص لا بأس لا بأس أنك تتنازل لها عن ذلك لكن لو فرض مثلا أن حصل لزاع ومين بقى لصاحب الحق لا نقول صاحب الحق للوالد قال ابن القيم قال الله تعالى يدعوهم لآبائهم هو أقصة عند الله قال والولد يتبع أمه في الحرية والرق ويتبع أباه في النسب تسمية تعريف المنسوب ويتبع في الدين خير أبويه دينا فالتعريف كالتعليم والعقيقة وذلك إلى الأبي لا إلى الأم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم قال وتسمية الرجل ابنه كتسمية غلامه يعني أيضا الغلام اللي هو العبد يعني من أولى بالتسمية يعني سيد عنده عبد والعبد ده زوجة ولدة اللي هي الأمة السيد هو اللي يسمي الولد الصغير ده هو الأحق نعم ثم قال الفصل السادس هنأخذه في لحظات كده إن شاء الله الفرق بين الإسم والكنية واللقب إيه الفرق بين الإسم وإيه الفرق والكنية واللقاب أنا أقولها بسرعة كده وبعدين هقرأ يعني على قدر المستطاع الإسم اللي أنا بأعرف به اسمي سعيد والكنية إننا يقال لي يا أبا فلان بولدي أو بغيره واللقاب إنه ممكن يقول لي يا لقب ممكن يقول لي يا لقب مثلا يعني العائلة مثلا عندي مثلا اسمها عائلة كزة فيلقب الإنسان به وهكذا هذا الإسم الكنية اللقب قال هذه الثلاثة وإن اشتركت في تعريف المدعو بها فإنها تفترق في أمر آخر هو أن الإسم هو أن الإسم إما أن يفهم مدحا أو ذما أو لا يفهم واحدا منها فإن أفهم ذلك فهو اللقب وغالب استعماله في الذنب ولهذا قال الله تعالى وَلَا تَنَابَزُوا بَالْأَلْقَابِ يعني غالب استعمال الألقاب بيبقى في الزم غالب استعمالها بيبقى في الزم يعني غالب الاستعمال في الألقاب يعني في الزم يعني إيه فلان الطويل فلان الأصير فلان اللعمة فلان الأطرش فلان مشى الأعور فلان البدين فلان كذا ونحو ذلك قال وَلَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِ تَلْقِيبِ الْإِنسَانِ بِمَا يَكْرَهُهُ سواء كان فيه أو لم يكن لا يجوز إننا ألقب إنسان بشئه ويقرهه قال تعالى وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ يعني فلان الطخين فلان الرفيع فلان الكبير زي من النفس لم قال للصحبية رضي الله عنها لأم المؤمنين رضي الله عنها عيشها لما قالت دعك من صفية إنها كذا في بعض الروايات إنها قصيرة فقال قد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجته لأن ده تنابس بالألقاب وهو ده لقب القصيرة فلان الأصير فلان كذا لكن أحيانا إحنا مضطرين إن إحنا نقول ألقاب في بعض الأحوال مضطرين يعني فلان عملا وصف لفلان ده ما هوش عارف عملا وصف لحد يعني ما هوش قادر يعرف فبضطر أقول له فلان يا أخي اللي هو الطويل أوي ده فلان اللي هو الطخين خالص ده فلان اللي هو مثلا كذا ومضطر أو الحاجة فيه قال ابن القيم رحمه الله تعالى أما إذا عرف بذلك واشتهر به كالأعمش والأشتر والأصم والأعرض ذا كنت أسمع علماء كل ذو فقد اضطرد استعماله على ألسنة أهل العلم قديما وحديثا إحنا ساعتها مش هبقى بنجتمو مش بقى نحن مضطرين عشان نعرف بس قال قال أبو داود في مسائله سمعت أحمد بن حد لا يعرف إلا به ولا يكرهه لا يعرف إلا به ولا يكرهه زي الأعمش وزي الأعرض كل ذي كانت أسامل العلماء قال أليس يقال سليمان الأعمش وحميد الطويل كأنه لا يرى به بأسا ده الإمام أحمد بيجاوبهم بلهم مش بنقول إحنا العلماء بتوعنا دول يعني فلان حميد الطويل وسليمان الأعمش قال أبو داود وسألت أحمد عنه مرة أخرى فرخص فيه قلت كان أحمد يكره أن يقول الأعمش قال الفضيل يزعمون كان يقول سليمان وبيقول يعني أن كان ساعات الإمام أحمد لما كان يذكر الأعمش فكان يقول سليمان سليمان عشان يتجنب اللقب لكن أيضا روي عنه بالجواز لأن دا اللي يعرف به قالوا أما أن لا يفهم مدحا ولا ذمّا وإما أن لا يفهم مدحا ولا ذمّا ممكن بعض الألقاب ما تبقاش مقصود بها لمدح ولا ذم لمدح ولا ذم مثلا زي فلان مثلا فلان المكانيكي فلان الكهربائي أنا لا أصدى مدحه ولا أصدى زمه نعم قال فإن صدر فإن صدر بأبي أو أم فهو الكنية الفرق بقاه فإن صدر بأب أو أم فهو الكنية صدر بأب فلان أو أم فلان دي بأس ما الكنية اللي عدت معنا كأبي فلان وأم فلان وإن لم يصدر بذلك فهو الاسم كزيد وعمر وهذا هو الذي كانت تعرف العرب وعليه مدار مخاطباتهم قال هن انتبهوا بقى وأما فلان الدين وعز الدين وعز الدولة وبهاء الدولة والحجاب بقى اللي طلعب بعد كده قال فإنهم لم يكونوا يعرفون ذلك العرب يعني وإنما أتى هذا من قبل العجم العجم فيهم نوع من يعني كان حصل قوة كده في الإقبال على الدين ولذلك كانوا يعني يسمون أنفسهم ويلقبون ويكنون أنفسهم بألقاب ما كانتش موجودة في العرب زي صدر الدين وعز الدين وصلاح الدين ونحو ذلك وكذا ونحو ذلك هذا كله أخذوه من العجم خلاصة يعني ما تقدم أن الاسم القبيح يغير للمصلحة إذا اقتدته وكذلك يجوز تكنية الصغير حتى لو كان مولود نقول له يا أبا فلان ونسمي أبا فلان لا بأس وأما تسمية الولد فالحق للأب كما تقدم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أولاد المسلمين وفي بيوت المسلمين ونسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وأن يهزم اليهود المجرمين وأعوانهم وأن يرين فيهم عجائب قضرته وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين اشتركوا في القناة